إنفنتينو رئيس الفيفا يعني إذا ما خبضني يلقى الكلمة قبل انطلاق هذه البطولة أيضا تشكل الفارغ كون راح يذكر النقاط الكبيرة أن نتجمع هذه الأسماء الكبيرة في هذا الملعب المونديالي يفرق الكثير تشوف له الحكم اللي يعني ما أعتقد أن أي أحد كان معاه في الملعب رفض لقرار لأن وجوده في الملعب يشكل فارغ كبير يعني إذا عطاك كرتسفر ما تكلمه ما تناقش فيها ولا ما أعتقد أن تفتبت صامتها فهمت؟ فأشف لهم مفتسمحين الحمد لله لا خاصة اعتزلوا صدقني لاعبين بالكاميرا ما يفتسموا فتشوف مثلا عندنا علي الحفشي أنا علي الحفشي إنفنتينو رح يلعب معام ولا رح يلعب معام والله يصديني ليحن صغار في العمر بس يعني مش مش كلام من عندنا نرجع نكرر فيه ولكن وجودهم هون هو إضافة لهم يعني أنت عطيني كأس عالم كان صديق للبيع قبل هيك يعني شوفا 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 تلومني فيه أقول لك ما شاء الله علي يعني تنا الآن نحن نتكلم في 2002 نفس نفس الناس نحن نتكلم عن شخص أورا والله في جمهور في جمهور خنتكلم بصراحة يعني طبيعي يعني أسامي كبيرة جدا أسماء يمكن أميرة أو سارة لها وزنها في كرة القدم بالطبع شاء لو كأس عالم شاء لو كؤوس قرات شرفوا أنديتهم شرفوا بلادهم صوتهم مهم صوتهم مهم من ناحية التجربة من ناحية الاستعداد كدولة قطر أنها رح تستضيف كاثر العالم لا لا نسوى زوم آوت مقاطع كلام كل خير إلا فيه حضور جماهيري نحن نتكلم عن شيء يعني نقدر نقول ما كان متوقع الحضور بهذا الشكل لكن في أسامي تجدبك أنك تروح الملعب وتحضر هذه المباراة بالإضافة إلى التجربة حتى لو عشتها في استاد الثمامة ودك تعيشها مرة ثانية حتى لو كانت مباراة ودية أكيد ماجد هي حتى لو كانت تجربة رمزية ولكن هذه تجربة تنم عن جاهزية دولة قطر للمونديال وعند مونديالية دولة قطر اليوم نحن نتكلم عن ثمانية ملاعب جاهزة لمونديال 2022 قبل بسنة كاملة يعني ملاعب مثل ما قالت سارة مصادقة للبيئة ملاعب جميلة جداً في تصميمها متطورة فيها كل شيء يعني هاكو ليه كل ما يجب يكون في الملعب موجود فيه أو ملعب صار نقدر نسميه شكلك دهشت بالصورة حالي في مثلا بقول لك عادلوني إذا حكيت شيء غلط المشوار يبدأ الخطوة تبدأ مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة يبدأ في خطوة ولكن يعني عن جد إحنا هون مشينا يعني ألف ميل بخطوة لا مثل الخطوة خطتها قطر من سنوات هي أخذت الموافقة على كاس العالم سنة 1910 تاريباً لا 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 2010 2010 حماسة على جمبارات بكرة نسها كل المعلومات لا لا نمتذكرين تاريخ بضضب تاريخ 2012-2010 كان الإعلان عن استضافة استضافة يعني حين عنها لبطولة كاس العالم 2022 وعشرين وأذكر التقطية كانت شكل كبير كنت أنا في الثانوي حتى أذكر طالب بعد المقيال قاعد أشوف والله الحمد يعني بعد بعد 11 سنة وقبل كاس العالم بسنة بالضبط كل شي جاهز أعلنت جاهزيتها وأعلنت جاهزية الملاعب كلها اللي راح تستضيف بطولة العالم 2022 وهذه أحد الملاعب واحد للسدات اللي راح تستضيف هذه البطولة إن شاء الله وهذه تجربة إن شاء الله فريدة للأسماء اللي موجودة في أرضية الملعب وإننا أبراهيم نشوف يعني نلاحظ بالفعاليات الثانية بطولة كأس العرب وبالفعاليات الثانية اللي صايرة في دولة قطر من موضة لفن لتعليم لكل شي كل النجوم العالميين اللي إجوا وزاروا دولة قطر كلهم كانوا مبهورين أنا شفت حتى أدريانا لما كانت جدا مبهورة بالبلد وقالت ودي أعيشينها أصلا